ده تمام يا ممول انا ممكن بس السؤال كمان بعد إذن حذرك سال هو بس انا يعني ساعات مثلا بسافر وكده فبقصر الصلاة أثناء الرحلة بس ووصل مثلا لنا الدولة اللي انا رايحها يومين أو ثلاثة بتم الصلاة عالي فانا كنت سمعت فتوى ان طول ما انت في نية صفر تقصر أقصر الصلاة فيعني انا بعملو ده صح صح بس اللي صح من وان تقصر المود بتتدي القصر لما دموا تردد سيرجع غدا بعد غدا طالما انت مسافر تقصر لكن اذا عزمت الاقامة فهنا العلماء اختلفوا فقال بعضهم بعد ثلاثة ايام تتم وقال اخرون من اهل العلم تقصر ايضا ما دمت مسافرا سلام عليكم بارك الله فيك